هو في البداية بس أحب أهني حضرتك والشعب العربي كله في احتفالنا بذكرى انتصار العربي الكبير العشر من رمضان في كل سنة وحضرتك والمصريين والعرب كلهم بخير ودايما في انتصارات إن شاء الله يمكن النهاردة أبرز الأخبار في الصحف المصرية خبر العصور على الصندوقان الأسودين للطيارة المصرية والمرة دي يمكن الوضع مختلف كان كل التحذيرات في الأول أن مصر هي اللي تجد الصندوقين حتى لا يتم العبس بيهم زي حوارة استقارات الكتير اللي حصلت قبل كده هل من أسهل العبس في طبعا على أقل إخفاء النتائج يعني الحاجات دي بتتفرغ ولما بتتفرغ على كمبيوتر سهل جدا العبس بي وحتى لو ما فيش عبس هو فيه إخفاء للنتائج وإخفاء للحقائق لكن المراض الحقيقة الحكومة المصرية عملت بمنتهى الحرفية من أول الأزمة حتى سيلاحظة وده يعتبر إنجاز كبير عن فكرة يعني الناس مش وقدة بلها منه لكنه إنجاز كبير بكل المقاييس لأنه كان الصندوق في المنطقة صعبة جدا على عمق كبير جدا الوصول على الصندوقين الأسودين ده هيسهل كتير جدا وهيزر الحقائق اللي أعتقد أنه هيبقى فيها يعني أمر مفاجئ يعني توقعي توقع الشخصي طبعا بالإضافة لأهم الأخبار الأخرى زي احتفال الجيش النهاردة وصلاة الرئيس السيسي مع قيادات الجيش احتفالا بذكرى العاشر من رمضان طبعا الخبر الموسم زي كل سنة أخبار السنوية العامة والمشاكل الكتير اللي بيوجهها تطلقني أنا لا تنقش فيه قبل الهواء بالضبط السنوية العامة مشكلة دائمة والأزالية الحقيقة اللي لن تنتهي واللي مش مسؤولية الحقيقة وزارة التعليم بس ربما الموضوعات المعتادة طيب يعني ننتقل إلى الوضع الراهن في المنطقة الأوضاع في السنوية